للاستثمار سيد فيصل أهلا بك شكرا لانضمامك إلينا نبدأ من حيث ما انتهيت أيضا مع الدكتور من القاهرة قبل قليل بخصوص التسعير انطباعاتك الأولية على هذا التسعير مقارنة مثلا بالتسعير مع السندات العشر سنوات القطرية التي أصدرت في مايو نتحدث عن فارق 35 نقطة أساس تقييمك لهذا التسعير مشكور على استضافتنا طبعا التسعير من اللي نشوفه اليوم يأكس ثقة في الإصدار هذا ثقة التي تأتي من شح في أدوات الدين اللي كانت موجودة بالمنطقة عموما يعني إذا نظرنا إلى مستويات الدين في السعودية وفي دول الخليج انخفضت بشكل انعدمت لفترة ليست قصيرة اليوم دول المنطقة تسعى لاستقضاب مستثمرين أجانب في إصدارات كبيرة والإصدارات هذه عليها طلب ومن المنطلق أن المنطقة عندها ريتنج عالي عندها مستوى استقرار نسبي العملة عدة معطيات على الرغم من الصعاب اللي موجودة إلا أن رؤية المملكة في الإصلاحات مع التعديلات اللي شافتها دول المستثمرين الأجانب اللي شافوها بالمنطقة تعكس ثقة متزايدة اللي انتهت في أنه شفنا اليوم التسعيرة بشكل أفضل وشفنا الإصدار طلع أكبر من ما كان متوقع بالإضافة يجب أن دائما ننظر إلى أن التسعير المصدرين لما يكونون بعيدين عن الإصدارات لفترة يأخذهم وقت لبناء التسعير الصحيحة وهذا السبب الذي خلاك يمكن تذكر بعد أن الإصدار الأول قد يكون أصغر وتأتي بعدها إصدارات شوية أكبر لكن لما كان لما شافوا التسعير مناسبة بشكل أكثر أعتقد زاد حجم الإصدار لأن كان التسعير جيدة للي كان مطلوب سيد فيصل تحدثت وأشرت إلى التهافت الذي نلحظه في منطقة الخليج لإصدار السندات تذكير سريع لمشاهدين قطر في مايو أصدرت بتسندات 9 مليار دولار أبوظبي في إبريل أصدرت 5 مليار دولار عمان أصدرت 4.5 مليار دولار والآن السعودية نتحدث عن 17.5 مليار دولار أكبر إصدار من أي دولة ناشئة تاريخيا نحن نترقب أيضا إصدار كويتي هل تعتقد بأنه في ظل هذا التسعير الذي حصلت عليه السعودية وأيضا حجم الأكبر من المتوقع في الإصدار هل سيؤثر على توقيت اللجوء الكويت إلى سوق السندات؟ أعتقد حجم الأصدار لا سيؤثر على مسألة الولوج للسوق لأن اليوم الطلب الذي كان موجود على الأصدار هذا كان أكبر بكثير من الحجم الذي انتهى فيه والكويت والدول الأخرى اللي يتفكر أن تصدر سندات بالعكس رح تتحفز رح يكون عامل محفز أن التسعير طلعت بالشكل هذا والطلب كان كبير فأعتقد هذا رح يعطي راحة أكثر أن الدخول في السوق هذا بالمرحلة هذه قد يكون جيد بالفترة المقبلة على صعيد منفصل سيد فيصل قمتم بشراء المبنى الذي يضم أعمال مركز عمليات جنرال إلكتريك في الولايات المتحدة في مدينة سنسيناتي بأكثر من مئة مليون دولار سؤالي لكم كيف تقيمون حالة الكميرشل ريل ستيت أو العقار التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بأن وضعه مؤخرا خلال حوالي 12 شهر الماضية لم يكن بالوضع الجيد طبعا أتممنا الصفقة هذه بالنسبة لنا كجزء من استراتيجيتنا العقارية يعني خبرتنا بدأت بالكويت وانتقلت إلى المنطقة بالأخص الخليج بالعقار وبشكل انتقينا وصول مميزة ومنها الأصل هذا اللي تفضلت فيه طبعا اليوم أنت اللي ذكرته صحيح يعني إذا نظرنا إلى أن خلال العام الماضي الكميرشيل ريل استيت نزل تقريبا 12% وحجمه تقريبا 299 مليار دولار إلا أن التوجهات اللي قاعد نشوفها هي مع انخفاض معدلات العوائد في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة المستثمرين وبالأخص المستثمرين الأجانب بدأوا ينظرون إلى مدن أخرى بمعطيات أخرى أو بنظرة تعكس الثقة يعني احنا اليوم الاستثمار اللي أخذناه في سنسيناتي في أوهايو التننت أو الجي إي المبنى كلاس إي يعتبر من أرقى المباني بالمنطقة المشروع متكامل وجديد منطقة حيوية اسمها The Banks نتكلم على 340 ألف أدم مربع تقريبا مكاتب أحد خمس مكاتب رئيسية لجي إي للعمليات في العالم وجي إي طبعا اليوم من التوب من التوب 500 كمبنيز والماركت كاب لها فوق 290 مليار دولار فشركة ريتنج مالها تعتبر تننت ممتاز بعدي لفترة 15 سنة وأكثر في العقار هذا إن شاء الله سيد فيصل بعض المستثمرين الخالجيين مؤخرا كانوا قد لجأوا لشراء شوبينج مولز في خارج المدن الرئيسية في الولايات المتحدة ومن ثم تأجيرها هل هذا استثمارات تنظرون إليها في السوق الأمريكية العقار؟ نحن بشكل عام ننظر بشكل نركز على الاستثمارات التي فيها سينجل تننت أو مستأجر واحد مستأجر ذو متانة مالية عالية واعتقد الاستراتيجيات تختلف من شركة إلى شركة لكن اللي تفضلت فيه إن الخروج من المناطق الرئيسية سبب أنه فيه طلب كبير على المناطق الكبرى في الولايات المتحدة مما تسبب فيه انخفاض العوائد بشكل كبير فلهذا المستثمرين خرجوا وتقدر تقول حتى الشركات نفسها اللي تؤسس وتخرج من المناطق نفسها فيه حركة في موجه للانتقال إلى أماكن جديدة وأرخص أشكرك جزيلا شكر سيد فيصل صار خور رئيس تنفيذي لشركة كامكو للاستثمار على وجودك معنا مباشرة من الكويت نتوقف الآن مشاهدين مع فاصل قصير نتابع بعده في شكرا